السلام عليكم ورحمة الله بركاته أهلا بكم حبيبي طلاب الصف الثالث معاكم ميس غادة والنهار ده أبطال معدنا مع يونت ثري النهار ده معدنا مع الوحدة الثالثة اللي عنوانها On the weekend Weekend يعني عطلة نهاية الأسبوع اللي هي Holiday أو الأجازة كلمة weekend بتاخد إيه اللي بتاخد حرف الجر On يبقى أقول إيه On the weekend On the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع يا ترى إيه الأكتافيتز أو الأنشطة اللي احنا ممكن نعملها في عطلة نهاية الأسبوع تعالوا نشوف مع بعض احنا الدرس الأول متقسم لجزئين Part 1 و Part 2 الجزء الأول والجزء الثاني فالنهار ده هناخد كلمات الجزء الأول وان شاء الله الساشن اللي جاي هناخد الجزء الثاني أول حاجة معانا أو أول activity هو lesson to music lesson to music lesson to music يعني يستمع إلى الموسيقى اسمها إيه اسمها lesson to music ده طبعا عبارة عن إيه عبارة عن فعل اللي هو lesson وبعدين preposition حرف الجر اللي هو to وبعدين noun اللي هو الإسم اللي هو كلمة music يبقى lesson to music يستمع إلى الموسيقى يبقى أنتوا كده بتسألوا نفسكم الكلمة ليه كبيرة لأنها متكونة من كذا جزء متكونة من فعل اللي هو lesson زي ما قلنا وبعده حرف الجر to وبعده كلمة music اللي هي noun فيلا نقولها مرة تانية lesson وطبعا التى silent ما بقولش listen بقول lesson lesson to music lesson to music نقولها مرة تانية lesson to music يستمع إلى الموسيقى اللي بعد كده يجمع المغناطيست اسمها إيه يجمع يعني collect 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 magnets collect magnets collect magnets يعني يجمع مغناطيست اسمها إيه collect magnets طب يلتقط صور فوتوغرافية اللي هي يعني نقف كده وحد يصورنا اسمها إيه take photos take photos طبعا إحنا حلوين عارفين إنه ال-p مع ال-h بتدينا sound إيه sound take photos take photos يعني يلتقط صور فوتوغرافية صور عادية تمام؟ بعد كده عندي نوع من أنواع الموسيقى اسمه موسيقى الباب نوع من الموسيقى العالية بنقول عليه bob music pop music pop music طبعا ال-p p-p وإحنا بنطقها لازم نطلع فيها هوا pop music pop music موسيقى الباب يغني أغنية sing a song sing a song sing يعني يغني وال-song يعني أغنية sing a song sing a song بنقول مع بعض sing a song يرسم صورة draw picture وطبعا هنا عايزين هجمع عشان كده قلنا إيه draw packages draw packages يعني يرسم صور يمارس الرياضة أو يلعب الرياضة play sports play sports يبقى كده احنا عندنا كام activity one two three four five six seven عندنا seven activities سبعة أنشطة تعالوا نقولهم مرة تانية مع بعض يا أبطال أول حاجة زي ما قلنا إيه بقى listen to music listen to music listen to music يستمع إلى الموسيقى بعد كده collect magnets collect magnets مرة كمان collect magnets اللي بعدها يلو take photos bravo take photos take photos يعني يلتقط ثور فوتوغرافية أوكي pop music موسيقى الباب اسمها إيه pop music pop music يغني أغنية sing a song sing a song again sing a song يغني أغنية يرسم ثور draw pictures draw pictures طيب يمارس الرياضة play sports play sports مرة كمان bravo play sports يعني يمارس الرياضة منتزين جدا ده دلوقتي عندنا قواز يعني اختبار قسير على vocabulary الكلمات أول كلمة معنا طبعا الولد ده بيعمل إيه بيجمع أو بيجذب المغناطيس يعني بيجمع مغناطيس عشان المغناطيس بيعمل إيه بيعمل attracting يعني جذب فأنا هنا أقول إيه collect يعني إيه collect يعني يجمع يجمع إيه بقى mag mag وبعدين nuts nuts collect magnets يعني يجمع مغناطيس طب هنا يغني أغنية هقول عليه إيه بقى sing a song يغني أغنية هقول sing ها sing a song sing a song أنتو طبعا هتكتبوها بخطة أحلى sing a song يغني أغنية طيب يلعب رياضة play play برافو play إيه بقى play sports يلعب إيه يلعب رياضة play sports تمام يبقى كده collect magnets يجمع المغناطيس sing a song يغني أغنية play sports يعني إيه يلعب رياضة اللي هما إيه حلوين اللي هما دول خدنا منهم إيه تعالوا نشوف مع بعض خدنا منهم collect magnets أول واحدة إيه كمان بعد كده sing a song يطرفينها sing a song برافو أهي sing a song وآخر حاجة play sports يعني يمارس الرياضة أو يلعب رياضة الثلاثة دول اللي كانوا معنا في القواز بعد كده يا أبطال هنروح listening and reading listening and reading يعني الاستماع والقراءة هنا تعالوا نشوف مع بعض بيتكلموا عن إيه يا طرح بيتكلموا عن activities الأنشطة أو الحاجات اللي هم شغالين يعملوها تمام هنا المومي مثلا بتسأل بتقول هانا what شافت هانا بتعمل إيه هانا شافت هانا بترسم فبتقول لها إيه بقى what are you drawing هانا what are you drawing يعني ماذا ترسمين انت يا هانا بترسمي إيه ده number two sorry number one يبقى number one المومي بتسأل what are you drawing واحنا عارفين يا حلوين النواة أداة استفهام معناها ما أو ماذا ولما نيجي نكتب أو نقرأ what احنا بنكتب ال H بس مش بننطقها تمام لأنها silent لأنها صامتة يعني بنكتبها بس مش بننطقها what are you drawing يعني انت شغلت رسمي إيه يا هانا فراحت قالت لها I am drawing a cat أنا برسم إيه برسم كات برسم قطة زي ما انت شايفين القطة آه أنا عمالة ترسم إيه بترسم كات I am drawing a cat I love كات يعني أنا بحب إيه أنا بحب القطة تمام هنا بعد كده المومي سألت هاني بتقوله إيه هاني what music what music هو طبعا زي ما انت شايفين هاني أهو حاطت الهيدفونز حاطت السماعات فبتقوله what music يعني ما الموسيقى ايه الموسيقى اللي انت بتسمع لها what music are you listening to what music are you listening to ايه نوع الموسيقى او ايه الموسيقى اللي انت بتسمعها فبيقول لها I am listening I am listening يعني أنا أستمع الفعلي يا أبطال لما بنضف له ing لأن احنا عارفين أنه listen لاستواخدينها دلوقتي listen to music يستمع إلى الموسيقى طب ليه هنا بيقول listening ليه هنا بيقول listening وحطيلي على listen ing لأنه الحدث مستمر يعني هو حاطت السماعات وشغال يسمع في الوقت اللي مامتو بتسألوا فيه السؤال انت بتسمع ايه يا هاني فهنا بيقول لها I am listening to pop music انا بسمع الpop music نوع من انواع الموسيقى قلنا اسمه موسيقى الpop تمام it's very good it's very good يعني انها جيدة جدا يعني حلوة خالص ده ايه ده كلام هاني تمام طب number five بيقول هي بتقول هنا هانا طبعا بتعبر عن حبها للرسم وبعد كده بتقول انها مش بتحب الpop music اللي هاني بيحبها فبتقول لنا ايه I like drawing يعني انا بحب الرسم but يعني ايه but but دي معناها لكن لكن I don't like listening to pop music انا بحب الرسم ولكن ما بحبش اسمع موسيقى الpop يبقى هي كده استخدمت اداة اسمها ايه بقى اسمها but اسمها but بنستخدمها لما نكون عايزين نقول احنا بنحب حاجة معينة ومش بنحب حاجة تانية اسمها ايه حلوين اسمها but يبقى دا عبارة عن conjunction او رابط بنستخدمه للتناقض تمام فهنا هاني بيسألها بيقول لها do you like اهو number 6 do you like collecting magnets لو نلاحظ يا ابطال انه هنا بيقول لها do يعني ايه do يعني هل do you like هل انت بتحبي collecting magnets وقلنا انه like معناها يحب بيجي بعدها فعل مضاف له ing يعني like sorry collect بجيب بعدها ing فهتبقى collecting magnets ليه بقى لانها جاية بعد like وقلنا الفعل بعد like بضيف له ing ما بضيفش like لا بضيف للفعل اللي بعدها يبقى هنا like collecting هل بتحبي انك تجمعي المغناطيس فقالت له yes i do yes i do يبقى لما يقول لي do you اجاوب اقول له yes i do او no i don't يبقى yes i do او no i don't تمام يبقى هنا عندي مجموعة من الانشطة اللي هما بيعملوها زي ايه زي drawing a cat رسم القط ايه بقى listening to الاستماع الى pop music الاستماع الى موسيقى الباب وحاجات طبعا قالوا انهم بيحبوها زي collecting magnets يعني جمع ايه جمع المغناطيس طيب ده من نسبة لي listening والreading بتاع درس النهار ده طب ده يودينا الايه يا حلوين اللي يا ولاد هيودينا القاعدة مهمة وهي قاعدة زمن المضارع المستمر يعني ايه زمن المضارع المستمر يميز تعالوا ناخد الموضوع ده يا حلوين وحدة وحدة هنفهم مع بعض يعني ايه زمن ويعني ايه مضارع ويعني ايه مستمر واول حاجة مطلوب مني افهمها ان انا افهم يعني ايه زمن تمام يعني ايه زمن زمن يعني الوقت اللي حصل فيه الفعل الوقت اللي حصل فيه الفعل طب يعني ايه مضارع مستمر مضارع مستمر معناها انه الوقت اللي حصل فيه الفعل هو الوقت الحالي يعني انا دلوقتي بشرح تمام وانت دلوقتي بتسمع او انت دلوقتي بتكتب فاللي احنا بنعمله ده بنعمله في زمن المضارع المستمر يبقى بنستخدم زمن المضارع المستمر للتعبير عن شيء حاجة بتحصل دلوقتي واحنا بنتكلم تمام كده يعني الولاد كانوا قاعدين هانا كانت بترسم وهاني كان بيسمع موسيقى فدخلت ماما سألتهم انتي بترسمي ايه وانت بتسمع ايه فدلوقتي هم هيجاوبوا في زمن المضارع المستمر ليه لانه الفعل بيحصل اثناء الحديث اثناء الكلام تمام المضارع المستمر ده في حاجتين فيه جملة مسبتة يعني الفعل بيحصل وفيه جملة منفية الفعل ما بيحصلش تمام طب انا ازاي الاول اكون جملة في زمن المضارع المستمر تمام انا عندي ضماير الفاعل السبعة بنقسمهم لايه بنقسمهم لضماير الفاعل المفرد وضماير الفاعل الجمع تمام تعالوا نقسمهم لتلات حاجات في الزمن ده تمام اول حاجة معايا اللي هي معناها ايه اي معناها انا اي معناها انا هتبقى لوحدها بعدها هي شي ات تمام يبقى اي لوحدها بعدين ايه هي شي ات الهي والشي والات مع بعض طيب الجمع الجمع وي يو ذي مع بعض تمام يبقى كده اول حاجة انا حضرت الفاعل في اول الجملة اول الجملة لازم يبقى الفاعل يبقى الفاعل اي هي شي ات وي يو ذي ده بالنسبة للفاعل في اول الجملة طب ممكن بدل هي او شي او ات اجيب ايه بقى اسم مفرد ممكن بدل وي يو ذي اجيب اسم جمع يعني ما اقولش ذي ما اقولش ذي مثلا اقول the boys الاولاد ممكن ما اقولش هي اقول the boy الولد تمام او a boy ولد وهكذا يبقى لو عندي ضماير الفاعل المفرد انا ممكن اجيب مكانها اسم مفرد لو ضماير الفاعل الجمع انا ممكن ما اجيبهاش واجيب مكانها اسم جمع بعد ما حضرت الفاعل اعمل ايه قلي هجيب الفاعل والفاعل في زمن المدارع المستمر مقسوم لجزئين تمام ايه الجزئين بقى اللي هيبقى تصريف فاعل يكون verb to be اللي هو am او is او are وبعده الفاعل الاساسي مضاف له ing ايه مش الكلام ده كبير انا عايز توضحي اكتر من كده ماشي يا حبيبي تعال اوضح لك هنا عندي am am هتروح لمين هتروح لل i تمام يبقى كده اقول i am i am i am تمام كده يبقى i فاعل و am فاعل تمام هنعمل لها اختصار اللي هو الاباستروفي am زي ما انتو شايفين كده او ممكن ما اختصرهاش عادي طيب هي 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 ات هيجي بعضهم از او اختصارها زي ما انتو عارفين اللي هو الاباستروفي از تمام ال we وال you وال they هياخدوا are are طب الاختصار بتاعها اباستروفي are excellent e يبقى am is are am is are طب بعد كده هسكت قال لي لأ انت دلوقتي عايز فعل مستمر يبقى هتجيب لي اي فعل انت عايز تقوله او تستخدمه في المعنى وهتضيف له ing يبقى كده اي يا حلوين يبقى كده ثواني هنشيل ده علشان نوضح اللي هيجي بعد ال am وال is وال are يبقى انا كده عندي تلات حاجات اللي هما مين اللي هما am is are am is are ما لهم دول بقى اللي هتجيب بعدهم الفعل في المصدر وهتضيف له ing زي ايه زي مثلا الفعل يأكل يأكل يعني ايه eat يعني يأكل ده فعل في المصدر طب ازاي هخليه في المضارع المستمر اللي هتضيف له ing هتبقى eating فهتقول مثلا i am eating يعني انا باكل انا كده مستمر في ايه مستمر في الاكل اوكي حاجة تاني مثلا read read يعني ايه يقرأ ينفع اقول he is read اللي لقى طبعا he is reading يعني هو يقرأ يعني وانا دلوقتي بتكلم هو بيقرأ قدامي i am reading i am reading i am reading he is reading they are reading عرفنا يا حلوين طيب ناخد امثلة هنا بيقول لي ايه بقى في الامثلة بيقول لي she طبعا she اللي هي هي she بتاخد is she is collect يعني يجمع واضف لها ing فتبقى collecting فانا هنا عندي الفعل is collecting يعني هي بتجمع الماغنت هي بتجمع الماغنتيس طيب they they فاعل جمع بياخد ايه بعده are واجيب بعده الفعل مضاف له ing فهقول they are taking photos they are taking photos يعني هم بيلتقطوا سور تمام ده بالنسبة لايه ده بالنسبة ل affirmative statement يعني الجملة المثبتة الجملة المنفية ايه اللي انا هعمله علشان انفي الجملة هي طبعا ما عندكوش هنا بس انا هقولها لكم يعني هنضيف not اي نفي يعني ادي is تمام انفي باي is not يعني اقول مثلا he هو isn't eating يعني هو لا يأكل هو لا يأكل يبقى بعمل ايه قال لي زي ما قلت باضيف على الفعل المساعد not باضيف على الفعل المساعد اللي هو am او is او are علشان انفي اقول ان هو مش بياكل هو مش بيشرب وهكذا تمام هنا طبعا اه جاب لي ملحوظة قال لي لو الفعل منتهي اه باي احنا كده كده مش بننتقل الماجيك ايه فلما بنيجي نضيف للفعل بشيل يعني take مثلا take منتهية باي انا ما نطقتش ال ا في الاخر تمام فكده لما نيجي نضيف ال ing هنشيل ال ا وهنضيف ال ing عادي جدا هنا مطلوب مني ان انا اكون استفهام سؤال يعني بأداية استفهام w h w h اللي هي ايه بقى اللي هي what when where how who وهكذا كل ادوات الاستفهام خاصة المشهورين اللي احنا عارفينهم هنعمل ايه علشان نكون سؤال في زمن المضارع المستمر اللي هتجيب اول حاجة question word كلمة الاستفهام وليكن مثلا what بعدها am او is او are وبعدها الفاعل وبعدين الفعل فين الفعل في هو يعني الفعل مضاف له ing تمام سهلة وبسيطة جدا انا ايه اللي بعمله انا في الجملة الاساسية اللي هي جملة الaffirmative الاسبات اللي بيكون عندي بيكون عندي الفاعل في الاول وبعد الفاعل am او is او are انا لما يجي اسأل سؤال بقدم الفعل المساعد اللي هو am او is او are على الفاعل هجيبهم قبل الفاعل زي ما انتو شايفينه ادي am او is او are في الاول وبعدين ال subject اللي هو الفاعل هو عايز سؤال بقى بwh يبقى هجيب الwh اللي هي دي كلمة الاستفهام قبل am او is او are تمام زي ايه مثلا what ما او ماذا بعدها are you drawing هانا انت بترسمي ايه يا هانا يبقى what ادي اداة الاستفهام are الفاعل المساعد you subject الفاعل والفاعل draw دفتلو ing what are what are you drawing هانا تمام هانا هنا بقى المفروض تجاوب تقول هي بترسم ايه فهي بتتكلم عن نفسها فبتقول ايه بقى تعالوا نعملها مع بعض نجاوب السؤال ده مع بعض هانا بتعمل ايه هانا بترسم فالمفروض تقول i i يعني انا تمام طب i بتاخد ايه بعدها بتاخد الفعل am i am اللي قولنا هنختصره في ايه في apostrophe m i am ها ايه تاني بعد i am draw يعني يرسم ينفع سبها كده قال لي لأ لازم نضيف لها ing لانه يا حلوين ing دول هم دليل الاستمرارية دليل ايه الاستمرارية i am drawin a cat انا برسم ايه برسم قطة يبقى ده بالنسبة ايه بالنسبة لزمن المدارع المستمر بستخدم زمن المدارع المستمر للتعبير عن شيء يحدث حاجة بتحصل اثناء الكلام تمام انا بشرح زي ما قلتلكو انتو بتسمعوا انتو بتكتبوا فانتو كده بتعملوا زمن او بتعملوا فعل في زمن المدارع المستمر طيب هنكونوا ازاي اللي لازم نجيب الاول فاعل او ضمير فاعل ضمائر الفاعل السبعة اللي احنا حفظينهم هنقسمهم الاي هتقف لوحدها وهتيجي جنبها صحبتها am هتبقى i am تمام هي she it هياخده is تمام they we you هياخده are طيب هل هسكت على كده اقول i am او he is او they are واسكت قال لي لأ انت لازم تجيب لي فعل وضف له ing لانه الفعل في المصدر ومضف له ing هم دول اللي بيعرفوني انه ده زمن مدارع مستمر اقول i am reading she is eating they are playing وهكذا تمام اما نيجي نسأل سؤال بنغير بنغير الاماكن مش اكتر ازاي بنغير الاماكن يعني انا محتاج اداة استفهام هتيجي الاول اللي هي what او مثلا where او when اي اداة استفهام بعدها هجيب الفعل المساعد يعني كل اللي انا هعمله في السؤال ان انا هقدم الفعل المساعد على الفاعل لانه الجملة العادية اللي بقول فيها حاجة بتحصل بجيب الفاعل الاول انا باكل انا باشرب تمام ففي السؤال بقى هل انا باكل هل هو بيشرب انا كده في السؤال عندي الفعل المساعد قبل الفاعل تمام يبقى what are you drawing هانا i am drawing a cat تمام تعالوا هنا ناخد امثلة ايه الامثلة بقى او بمعنى تاني هي مش امثلة هو اختبار بس هيفهمنا يعني اكتر زمن المضارع المستمر هنا بيقول لي read and circle with the correct word تمام اول حالة هنا بيقول لي he is he is magnet طب انا عندي he وبعدها is تمام فإز بتحتاج ايه بقى بتحتاج فعل مضاف له ing فطبعا هتبقى he is collecting magnets bravo عليكم collecting magnets طيب number two i i بتاخد is ولا am playing sports احنا i قلنا i بتحب ايه i بتحب am i am i am playing sports number three what are you what are you يبقى هنا جملة في الزمن المضارع المستمر بس جملة سؤال يعني ده سؤال what what are you does ولا doing طبعا محتاجين ايه verb plus ing what are you doing يعني ماذا تفعل they are هم draw ولا drawing pictures are بتاخد بعدها فعل ماله مضافله ing they are drawing pictures number five what is what is he ولا you doing is بتاخد مين بقى تاخد فاعل مفرد he او she او it فانا عندي هنا he هختار he number six he isn't دي طبعا منفية he isn't هو ليس يعني هو لا يستمع الى الموسيقى he isn't listen ولا listening طبعا ما فيش تغيير حتى لو نفي لازم الفعل ييجي مضاف له ing he is listening to music هو بيستمع الى الموسيقى sara and ali sara و علي sara و علي ده مش مش مفرد طبعا ده ايه جمع sara sara and ali playing games is playing ولا are playing انا طبعا لو سارة الوحدها هقول is لو علي الوحده هقول is انما لما يقول لي سارة و علي يبقى ايه are playing games i am i am take ولا taking photos i am bravo taking photos ليه لانه الفعل مضاف له ing تعالوا هنا بعد كده نروح للتعبير عن likes express likes يعني الحاجات اللي انت بتحبها و dislikes يعني الحاجات اللي انت مش بتحبها بنسبة للحاجات اللي انت بتحبها بتقول i like انا احب ولكن نخلي بالنا انه like بيجي بعدها فعله مضاف له ing ing هتقول ايه مثلا i like drawing انا بحب ان ارسم انا بحب الرسم يعني تمام طب الحاجة اللي هي ما بتحبهاش هتقول عليها ايه i don't like ولكن خلينا ناخد مثال تاني i like انا بحب playing sports انا بحب playing sports يعني لعب ايه لعب الرياضة تمام او ممارسة الرياضة i like playing sports ده بالنسبة للحاجات اللي احنا بنحبها وبنحط عليها ايه بنحط عليها بيج هارت قلب كبير الحاجات اللي انا مش بحبها هقول i don't like i don't like يعني لا احب هنا i don't like singing يعني انا بحبش الغناء انا بحبش الاستماع الى الموسيقى تمام يبقى like بيجي بعدها ايه بقى؟ بيجي بعدها فعل مضاف له ing فعل مضاف له ing طب نروح للحاجة الاخيرة النهاردة وهي الكونجونجشنز طب يعني ايه كونجونجشنز يا ميس؟ يعني الروابط والكونجونجشنز دول الروابط عبارة عن حاجة بتربط ما بين جملتين او ما بين فكرتين يبقى الكونجونجشنز انا بستخدمهم to join علشان اربط ideas بربط الافكار تمام؟ اول حاجة في الكونجونجشنز دول هما and and طبعا مشهورة قوي لسه ايدين سارة and ali سارة وعلي فالand دي هي الواو او حرف العطف بالعربي اللي هي ايه and ودي بتربط ما بين جملتين مترابطتين يعني ايه متوافقتين في المعنى صحاب يعني زي ايه I like taking photos انا بحب التقط السور and I like listening to music يبقى I like listening to music يعني انا بحب الاستماع الى الموسيقى يبقى ما فيش اي تناقض خالص ما بين الجملة الاولى والجملة التانية انا بحب نشاط معين وبحب نشاط تاني ده ما فيش اي تناقض بنستخدم له ايه؟ بنستخدم له and لو عندي بقى تناقض يعني ايه تناقض؟ يعني حاجة كده غريبة انا مثلا بحب البيتز لكن باكلها مرة واحدة في الاسبوع فكده ايه؟ فكده في تناقض ازاي تناقض؟ يعني الحاجة اللي انا بحبها المفروض ان انا يعني باكلها كتير انما دي انا باكلها مثلا مرة واحدة في الاسبوع او مرة واحدة في الشهر فكده هيبقى في تناقض زي مثلا ايه؟ انا عطشان جدا لكن ما شربتش مثلا مي تمام؟ كده في ايه؟ كده في تناقض هنا بيقول لي إيه؟ التناقض ده بنستخدم له but بنستخدم له but but معناها لكن but معناها إيه؟ لكن هنا بيقول لي I like drawing pictures أنا بحب أرسم البكتشرز برسم صور but لكن I don't like playing sports ما بحبش لعب إيه؟ بحبش لعب السبورتز ما بحبش الرياضة تمام؟ يبقى هنا جملة عادية ما فيش تناقض فيه ترابط في الأفكار باستخدم لها and فيه تناقض باستخدم إيه؟ باستخدم but طيب إيه المطلوب منكو يا أبطال؟ المطلوب منكو إنكو تحلوا الكوزة البسيطة دي على الجزء اللي إحنا لسته واخدينه باستخدام إيه؟ باستخدام and وbut تمام؟ ده الهومورك مش بس كده هناخد كمان الـ activity ده هنحلو تمام؟ أي سؤال يقابلكو في الـ assignment أو في الواجب اللي إحنا بناخده في الـ session ومتعرفوش تجاوبوه يا ريت تكتبوه لي في الـ comments وهنجاوب عليه مع بعض ونوضح الحاجات اللي إنتوا مش فاهمينها أتمنى أنكم تكون استفدتوا ونتقابل قريب جدا بإذن الله في الدرس التاني استنونا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر